اشتركوا في القناة فعشان بس اشجعكم سواء الحضرين النهاردة ولا السماعين دلوقتي على السوشيال ميديا عشان اشجعكم انكم تيجوا تحضروا هذه الدراسة بالليل ان شاء الله ساعة سبعة بعد العشية هديكم كده بسرعة مقدمة سريعة عن سفر حسقيال انا الحياة لقيت مذكرة لطيفة بعدها لي ابونا يؤنس من كنيسة العذرة قديس يوسف البار في سموحة فاستعين بيها في الشرح النهاردة وابقى اتبعها لكم وازح عليكم ان شاء الله في درس كتاب المقدس عشان نفهم سفر حسقيال محتاجين نعرف الخلفية التاريخية لهذا السفر بعد موت سليمان انقسمت مملكة اسرائيل او مملكة شعب الله الى مملكتين مملكة شمالية ومملكة جنوبية المملكة الشمالية اخدت اسم اسرائيل مملكة اسرائيل والمملكة الجنوبية اخدت اسم مملكة يهوزا المملكة الشمالية كان كل ملوكها اشرار وحصل لها سابي وتدمرت بالكامل وسوبيت الى مملكة اسور اللي هي مملكة اسرائيل اتبقى طبعا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوزا والمملكة الجنوبية بعد تدمير المملكة الشمالية بقى برضو يطلق عليها مملكة اسرائيل والişوزا في المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوزا أشير اليها في السفر باسم اسرائيل ايضا كان فيها الحيكل وكان كل الملوك من قصر الدوود الملك بعضهم كانوا أبرار أو يعني كويسين حسب مقاس العهد القديم وبعضهم كان أشرار آخر أربع ملوك قبل سقوط مملكة يهوزة بالتحديد آخر أربع ملوك كانوا ملوك أشرار فربنا بسبب الشر بتاع الملوك وشر الشعب سلمهم للسابي لبابل وحصل السابي إلى بابل على ثلاث أفواج الفوج الأول سنة 605 قبل الميلاد يعني قبل ما جاء السيد المسيح بحوالي 600 سنة وخمسة جاءنا بأخذ نصر وأخذ الأغنياء والشباب وكان منهم دانيال النبي كان دانيال النبي لسه شاب صغير فاتاخذ من ضمن الشباب اللي أخذهم نبوخذ نصر وكان قصد نبوخذ نصر أنه لما يأخذ الأغنية ويأخذ الشباب يبقى يسير في المملكة مين بعد ما تأخذ الأغنية والشباب يتبقى مين الناس الفقرة والناس القبر في السن فهو كان قصده بكده أنه هو يضعف مملكة يهوزا بعد ثمان سنين جاء برضو نبوخذ نصر وأخذ مجموعة تانية والشباب فيه حسقيال وأخذ الملك يهويا كين فأنا دلوقتي أصبح عندنا اتنين من الأنبياء ساب ومملكة يهوزا وراحوا فين راحوا بابل خليكم ركزين معي فأصبح فيه اتنين أنبياء موجودين في بابل في الساب الأولاني هو مين دانيال والتاني هو مين حسقيال دانيال خدم في بيت الملك وزا ما أنتم عارفين في قصة دانيال أنه هو ترأى وأخذ وظيفة في المملكة ولكن حسقيال خدم في وسط الشعب المسبيين فعندنا واحد من الأنبياء شغال مع الحكومة واحد من الأنبياء شغال مع الشعب في نفس الوقت ده كان قرمية موجود مازال موجود في مملكة يهوزا حتى أن بعض الناس بيقولوا أن حسقيال يعتبر تلميذ الأرمية لأن الأرمية كان أكبر في السن فما اتخذش مع الناس اللي أخذهم نبو خزنصر فأصبح فيه كم نبي معصرين لبعض كم ثلاثة في بابل مزبي موجود من دانيال وموجود من حسقيال دانيال مع الملك هو حسقيال مع الشعب المزبي وفي يهوزا في مملكة يهوزا موجود مين موجود أرمية النبي بعد 11 سنة حصل أخذ فوق ثالث وسبق فيه صداقية الملك ثم رجع عاد نبو خزنصر ودمر أرشليم وخرب الهيقل من هنا توقع أنه حسقيال النبي كان موجود في السابل وكان موجود قبل خرب أرشليم قبل تدمير الهيكل فتلاقي كثير من نبواته بتتكلم عن سقوط الهيكل عن تدمير الهيكل وعن السابل اللي كان هيحصل بعد السابل أو الفوق الثالث دي الخلفية التاريخية نرجع نحاول نعرف شوية عن شخصية حسقيال نفسه حسقيال كان من سبت لاوي وكان عمره 25 سنة لما اتسبع إلى بابل لما اتسبع إلى بابل راح عمل لنفسه بيت في أرض السابل وتزوج هناك طبعاً الشريعة الشريعة كانت بتقول أن المنصب تلاوي يدخل خدمة الكهنوت في سنة 30 سنة فأصبح حسقيال ساب أوروشليم أو ساب مملكة يهوزة قبل ما يوصل 30 سنة بكم سنة خمس سنين فيعني أخساره واحد كده قاعد 25 سنة مستنى اللحظة اللي يسمحوله فيها أنه هو يقدم في الهيكل يترسم يعني يبقى لاوي أو كهن في الهيكل وقبلها بخمس سنين بعد 25 سنة اتخذ في السابل أكيد الموضوع ده كان مؤثر عليه فلكن اللي حصل أن ربنا ده عجيب لأن ربنا اللي بيدعو للخدمة في الهيكل للكهنوت سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد هو اللي عمل الشريعة وهو اللي بيدعو بطريقته الخاصة فاللي حصل أن في عيد الميلاد الثلاثين لما وصل حسخيان لسنة الثلاثين وهو في بابل في أرض السابر ربنا في عيد ميلاد الثلاثين أعلن ليه مجده في أرض بابل ودعاه ليكون رقيبا ومسؤولا عن شعبه هناك وده اللي تكلم عنه الإصحاح الأول والإصحاح الثاني والإصحاح الثالث في سفر حسخيال برضه عشان تتابعوا إن شاء الله تتابعوا معنا في الدراسة أفكركم أن احنا خدنا 13 محاضرة عن مركبة حسخيال ودي شبه مجد الرب اللي ظهر الحسخيال في الإصحاح الأول فاتكلمنا عنه 13 مرة وسجلناه بنعمة ربنا وسمينا البرنامج ده مركبة حسخيال وموجودة على اليوتيوب بتاع الكنيسة وبعد كده ابتدينا في تفسير السفر نفسه فدرسنا الإصحاح الأول ودرسنا الإصحاح الثاني اللي فيه ربنا دعا حسخيال وكلفه علشان يخدم المسبيين في بابل وخدنا في الإصحاح الأول والثاني في تفسير السفر حسخيال خدنا أربع محاضرات وبرضو متسجلين واتلاقيهم على اليوتيوب بتاع الكنيسة بتاعت تحت اسم تفسير السفر حسخيال إصحاح الثالث اللي بنعمة ربنا هنبتدي فيه الليلادي السابت 8 أكتوبر بيكمل إصحاح الأول والثاني اللي هو دعوة حسخيال علشان يبقى رقيب للشعب ومسؤول عن الشعب المسبي في بابل وده اللي هنشرحه النهاردة بالتفصيل بنعمة ربنا زي ما قلتلكو انه تلاتة معاصرين دنيان وحسخيال في بابل وارمية النبي في أرض أوروشليم السفر حسخيال في مجمله كده هو طبعا 48 أصحاح ولكن في مجمله كده ممكن ادي له عنوان رحلة التغيير وفعلا أنا عجبني هذا التعبير عن عنوان السفر لأنه بيبتدي بقصة أوروشليم الأديمة في الأصحاحات من 1 ل 14 وفيها بيتكلم عن أوروشليم الأديمة وخطاياها ورجساتها وبعد كده الجزء التاني واخد بأصحاحات 25 ل 35 بيكلم عن هزيمة الشر أوروشليم هزيمة القوات الشريرة أو الشعوب الشريرة اللي كانت وراء فساد أوروشليم وعقوبتها ودي أخدت من أصحاح 25 ل 35 و الجزء التالت عن أوروشليم الجديدة 36 أصحاح 36 أصحاح 48 فعشان ما تهوش هما تلت أقسام أوروشليم أديمة ربنا اتعامل مع الشر أزاله فبعد ما كانت أوروشليم أديمة بقت أوروشليم إيه؟ أوروشليم جديدة الحقيقة الحقيقة هذا التغيير اللي توصف في سفر حسقيال هو مش مجرد تغيير تاريخي ولكنه أيضاً عمل روحي يشير لعمل الخلاص في البشرية وعمل الخلاص في داخل قلب الإنسان وده هنعرفه بالتفصيل في الدراسة بتاعتنا في نعمة ربنا في اللقاءات اللي جاية فربنا بيتعامل مع الإنسان الشرير أو الإنسان اللي فيه خطيئة فده بيبقى الجزء الأول من تاريخ خلاصه وبعد كده ربنا بعد ما يكشف للإنسان خطيئته ويدعوه للتوبة يبتدي يزيل منه الخطيئة ويقدسه منها بالروح القدس فده الجزء الثاني في خلاص الإنسان اللي فيه حزيمة الشر وإزالة الشر وبعد كده ربنا يخلى في الإنسان خليئة جديدة وكأن أرشليم الجديدة تبقى نفس الإنسان الجديدة اللي صارت مسكن لله فمرة تانية السفر متقسم لثلاث أجزاء هو 48 أصحاح الجزء الأول أرشليم الأديمة من واحد لأربعة وعشرين وجزء الثاني هزيمة الشر 25 لخمسة وثلاثين وجزء الثالث أرشليم الجديدة من ستة وثلاثين لغاية أصحاح 48 الحقيقة أنا شايف يدر السفر حسخيال ويدر السفر رؤية هيلاقي فيه تقارب كبير بل إن أقدر أقول إن السفر رؤية أحى جزوره العبرية في سفر رؤية هو سفر حسخيال واللي عايز يفهم سفر رؤية كويس بيرجع كتير لحسخيال وده وضحناه برضو في الشرح الأدمناه في محاضرات وفي كتاب سفر رؤية بنعمة ربنا أدخل شوية بالتفصيل حسن ما تسمح نعمة ربنا النهاردة عن الثلاث أجزاء فالجزء الأول أورشليم القديمة وده واخد إصحاحات من واحدة 24 وهذا الجزء زي ما قلتلكه بيخص أورشليم القديمة الخطايا والشرور اللي وقعوا فيها وإزاي ما قدر له فارق الهيكل فصار الزليلة وضعيفة أمام العدو بيبتدي هذا الجزء إن ربنا بيعد حسخيال أعداد حسخيال للخدمة في الصحاحات واحد وثلاثة إلى ثلاثة وإزاي ما قلتلكه في الصحاح واحد شاف المركبة الإلهية اللي سميناها مع مركبة حسخيال وصحاح التاني ربنا دعاه للخدمة والصحاح التالت ربنا قدم له سفر درج أو يعني سفر ملفوف كده وقال له خد كل هذا السفر وده اللي هنشرحه بالتفصيل بنعمة ربنا النهاردة بالليل السبت تمانية أكتوبر بسه آخر بعد سبع بيكلم عن حسخيال كخادم أمين ربنا بيستخدمه وبستخدم حسخيال نفسه كوسيلة إيضاحة يعني عجيب قوي ودي حاجة حاجة يعني بيري انتريستنج حاجة مش شيخة جدا إنه هنعرفها إنه وسائل الإضاحة لربنا استخدمها عشان يشرح لأرشليم خطاياها وشرورها كان حسخيال نفسه ربنا طلب منه إنه هو يعمل بعض الحاجات ويكون هو نفس حسخيال طرف فيها علشان يشرح لأرشليم خطاياها وشرورها ولكن في أثناء هذا الشرح للصحات أربعة سبعة كان ربنا دايما بيدي أمل إنه بالرغم من الشر وبالرغم من الزل اللي هيشوفوا شعب إسرائيل بسبب الخطيئة والشر لكن في بقية مقدسة ربنا بيحفظها ودي زهرت في حسخيال خمسة ثلاثة قال له خذ منه قليلا بالعدد وصروا في أزيالك قربنا قال له من ضمن وسائل الإضاح قال له تحلق شعرك وتقسمه التلت أقسام القسم الأول قسمة حراب بالنار وقسمة تزريه بالسيف وتاخد شوية من الشعر وتصروا في ديلك عشان يقول إن الشعر ده بيمثل شعب شعب يهوزة لك ربنا حفظ منه شوية قال له تصرف في الدين بتاعك عشان يقول إن في بقية أمينة أنا محفظ عليها هذا الكلام عملوا حسقيال للشعب المذبي في بابل ولكن طبعا الأخبار بتاعته أكيدها توصل للناس اللي موجودين في أورشليم وفي نفس الوقت كان حسقيال أو قربنا عايز خلال حسقيال يعرفهم الشر اللي هما عايشين فيه هما أباهم ونتيجة هذا الشر صحاق تمانية ربنا بيعلن خطايا الشعب في أرض يهوزة وهنلاقي بعض الرؤى اللي شافها حسقيال رح ربنا واخد حسقيال بالروح هو موجود فين هم نتكلم عن حسقيال موجود فين في بابل فرح ربنا واخده بالروح من بابل ورح رجعه ورشليم بالروح زي ما ربنا اخد قديس يوحنة من بطمس واخده طلعه فهنا كانت الحركة مش اخده من الأرض وده السماء لقد اخده من أرض السبر وده لأرض يهوزة مرة تانية بالروح القدس وهناك وراه بعد الرؤى هنكلم عنها بالتفسير إن شاء الله وراه تمثال الغيرة على باب المدينة وراه سبعين شيخ من شيخ يهوزة بيبخروا قدام الحيوانات ودبابات الأرض وراه نسوة بيبكوا على الإله تموز وراه للأسف الكهنة ورؤساء الكهنة بيعبدوا الشمس شوفوا لأي درجة وصلت لي مملكة يهوزة والإنحضار أنه مصل أن حتى الكهنة ورؤساء الكهنة بيعبدوا الشمس فالكل فسد وضل كبير وصغير رجل وامرأة شيخ وشاب حتى الخدام مركانة خطيئة واحدة كانت تجمعهم إنما أعتقدوا إن الله تريكهم والله غير موجود وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه وبيقولوا في نفسهم الرب لا يرانا الرب قد ترك الأرض يعني بيقولوا ما ربنا سيبنا وربنا مش شايف حاجة فإحنا نعمل اللي إحنا عايزينه ده اللي كان بيقوله عنه بولس الرسول قال لأنهم لما يبقوا الله في معرفتهم أسلامهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليه كالواحد لما يطلع من قلبه ومن فكره معرفة الله وإسم الله وتفكيره في الله وينسى حضور الله معه يبتدي يعمل حاجات وحشة فده اللي عملوه شعب يهوزة ومعهم الكهنة والخدام بتاعه لأنهم يقولون الرب لا يرانا والرب قد ترك الأرض نتيجة هذا الشر وخيانتهم لله أن مجد ربنا فارق الهيكل أنت عارفين أن الهيكل كان فيه قدس الأقدس كان فيه تابوت العهد وعليه اثنين كاروبيم وكان الله بيجي يحل بمجده يسموه الشاكينة ما بين الاتنين كاروبيم على تابوت العهد فارق بنا لما زعل من الشعب ومن خيانتهم راح فارق مجد الهيكل وهنشوف هذا المنظر في إصحاق عشر حتى الشعب اللي في السابي برضو كان محتاج يتوب لأنه بالرغم أنهم اتغربوا عن بيت بيوتهم وعن مدينتهم المحبوبة عن هيك المقدس لكن مشعروش بخطيتهم متمادوا فيها وكانوا يقولوا مثل في الوقت ده الأباء أكلوا لحصرهم وأثنان الأبناء تدرست يعني عارف لما واحد يأكل حاجة حدقة يأكل لمونة قرش لمونة على حاجة فيقول يا أنا درست مش كده فهم كانوا بيقولوا مثل وبيتهموا فيها ربنا بعدم العادل يعني عايزين يقولوا أن أبانا هم اللي أكلوا الحصرهم أكلوا الحاجة اللي بتحرى دي أو أبانا هم اللي غلطوا واحنا اللي شلنا النتيجة غلطهم فربنا كان بيرد على الفكرة دي فبيقولهم لا كلام ده مالصح أباكم غلطوا وأنتوا كمان غلطوا أباكم غلطوا وأنتوا كمان غلطوا زي ما احنا كده نقول إيه نحط نلوم آدم نقول آدم أخطأ واحنا موتنا ونحط كل اللوم على آدم مش كده لكن الحقيقة وآدم أخطأ واحنا ورسنا خطيته صحية لكن إحنا كمان أخطأنا يعني هل إحنا ننسى إن إحنا نفسينا بنغلط وعند قدينا خطيانا خاصة بينا فهما بهذا المثل كانوا بيقولوا إن الله غير عادل وهو بعاقب الأبناء على زم بأباءهم وده اللي رد عليه ربنا في حسخيال 18 وبعدين وصل بهم الفجور الناس اللي في السابي وصل بهم الفجور إن الشيخ بتوحهم راحوا لحسخيال دي في حسخيال 20 الحكاية دي وراح عشان يكلموه ياخدوا منه إذن إنهم يعبدوا أصنام خشب وحجر تصوروا فاكرين شعب إسرائيل زمان لما قالوا الهارون إصنع علينا إيه قالها من ذهب زي الأمم وإحنا نعبدها هارون سمع الكلام وعمل لهم العجل وعبدوه حصل اللي حصل فهم في السابي بدل ما يتوبوا عن خطيتهم راح بعض الشيوخ لحسخيال وقالوا له أو راحين يكلموه علشان يسمح لهم يعملوا أصنام عشان يعبدوها فجور طبعا فربنا بعت لهم الرسالة عن طريق السخيال وقال الذي يخطر ببالكم لن يكون يعني مش هسمح لكم تعملوا اللي انتم بتفكروا فيه نكون كالأمم كقبائل الأرض فنعبد الخشب والحجر وإن اللي حصل بتعاملاتهم مع الله فبشرح لهم في صحيح 16 يقول لهم أبوك يا موري وأمك خسية يوم أولدتي لم تقطع صراتك ولم تغسلي بالماء ولكن قلت لكي بدمك يعيشي حتى مررت بيك وإذا زمانك زمان الحب فحمامتك بالماء ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة وجاملتي جدا جدا فصلاحتي لمملكة دفع سقال 3 لـ 13 هذه القصة طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل ولكن بتحكى أيضا قصة كل نفس بشرية أنه إحنا بدون النعمة كنا زي الطفل اللقيطة المرمية في الشارع بالوساخة بتاعتها ولم تغسل بالماء ولكن ربنا خدنا في المعمدية وغسلنا وتغهرنا وجعلنا نصرح للمملكة لكن للأسف برغم من هذا الحب الإلهي البعض مننا أو يمكن إنسان يرجع لحياة الخطيئة وينكر ربنا اللي اداله هذه النعمة الإلهية فهي قصة حب هنشرح طبعا الكلام ده في التفصيل لما نصل لحسخيال 16 ولكن ماذا كانت نتيجة الحب للأسف الغرور انتابها وكبرياء كان الخطيئة الأولى الأمة التي أوقعتها في سلسلة لا تنتهم الخطايا اللي هو كبرياء بتاعها فخانة حبيبها بأبشع الصور لم تحتفظ بالحب العظيم بل بإرادتها تخلت عنه وهو أزلت نفسها وكبرياء بإرادتها زي ما قالك كده اللي جايت تتذكري فتاة الزي حين أخفر لك كل ما فعلته يقول السيدة الرب الأداس ونأخذ جسد الرب ودمه ندخل في عهد جديد مع ربنا وربنا ينسى كل الخطايا اللي فاتت يعطى لأفران الخطايا حياة أبدية لمانية تانية أول منها إنسان الجزء الثاني ده بيتكلم عن هزيمة الشر وده أخذ اللي صحاحات حمسة وعشرين لخمسة وثلاثين وبيتكلم فيهن بقوات ضد الشعوب اللي شمتت في سخوت أورشليم أو اللي هي قومة أورشليم أو أزالة أورشليم هذه الممالك سبع ممالك رمز لمملكة الشيطان فكان ربنا لابد ان هو يهزم الشيطان قبل ما يجدد علشان يجدد أوروشليم فاتكلم عن سبع ممالك فنلاقي النبوات عن سبع ممالك في الاصحاحات من 25 ل35 مؤاب وبني عمون أدوم والفلسطينيين سور وصيدة وصيدون ومصر فكل مملكة من هذه الممالك النبوة شرحت عملت أي ضد شعب الله وإزاي تكون العقوبة بتاعتها الجزء الثالث بقى هو الجزء جميل جدا كله رجاء وأمل أوروشليم الجديدة إزحاحات ستة وتلاتين لثمانية وتلاتين ويتضمن هذا الجزء الرؤي الرائع اللي بعدك يمكن أعرفها رؤية العظام اليابسة في حسخال سبعة وتلاتين وإزاي إن حسخال يتنبع لهذه العظام اليابسة وإزاي إن هي تقوم العظام تتحول إلى جيش عظيم جدا ده في إصحاح سبعة وتلاتين إصحاح تمانية وتلاتين بيكلم عن حرب اسمها جوجو مجووك إصحاح تمانية وتلاتين وللأسف الناس بيفسرها بطريقة غلط أو بعض الناس بيفسرها بطريقة غلط هي مذكورة أيضا في سفر رؤية وفسرناها في محاضرات سفر رؤية وفي كتاب تفسير سفر رؤية وبرضو أنشرحها مرة تانية في الكلام عن حرب جوجو مجووك في حسخيال تمانية وتلاتين حسخيال أربعين لأربع واربعين هو رؤية الهيكل الجديد وعودة مجد الله له ونقدر نقول إن هذا الإصحاح هو أرشليم الجديدة أرشليم الجديدة أو أرشليم السماوية ورشليم السماوية دي اللي إحنا نروح نسكن فيها واللي إحنا بنعيش في عربناها حاليا في الليتورجية بتناولنا من جسد رب قدامه وحياتنا في الكنيسة فبتكلم في سبعة واربعين وواحد سبعة شافح سخيال مية بتخرج من عتبة البيت نحو المشرق من جذوب المسبح وإذا بنهر لما ستطح أبوره وعلى شطئ النهر شجار كثيرة جدا من هنا ونهناك الرؤية دي هي رؤية فيد الروح القدس اللي ربنا أنعم بيح على الكنيسة رؤية جميلة خالص وهنشرحها بالتفصيل في حسخيال سبعة واربعين إصحاح تمانية واربعين آخر إصحاح فيه وصف رائع جدا للمدينة المقدسة الجديدة وهو نفس يعني نفس الوصف اللي شافه قديس يوحنة في رؤياه مدينة مربعة الشكل ليها 12 باب منفتحين عن مشارق المغارب والشمال والجنوب تضم فيها أولاد الله من كل مكان كل الأزباط تقوم فيها بالخدمة مش بس صبت لاوي الكل بيسبح وكل بيمجد ربنا هي دي الأرض اللي لا يمكن بيعها أو شراءها فاها لتغير هي أرشليم السماوية الأبدية وحسقيال أو ربنا سمى هذه المدينة باسم لطيف قوي يهوى شمى يهوى شمى بالعبري يعني الرب هناك الرب هناك فدي أرشليم الجديدة اللي فيها الرب يسكن يقول أنا أسكن في وسطه فدي أرشليم الجديدة اللي احنا رحل لها ودي أرشليم اللي احنا عايشين فيها بالروح القدس دلوقتي ودي أرشليم اللي تبع جوه القلب لأن الرسول بيقول أنتم هياك الله وارواح الله ساكن فيكم فالرب يسكن فيهوى شمى مش بس أرشليم السماوية اللي احنا رحلها لكن يهوى شمى هي قلب الإنسان اللي الجدد بعمل الروح القدس دي مقدمة سريعة لسفرح السخيال حبيت أقولها بمناسبة يعني أن احنا نستقنف الدراسة في السفر بنعمة ربنا النهاردة السبت ساعة سبعة أرجو أن أنا يعني كون ربنا تداني نعمة أن أشواءكم سواء اللي حاضرين أو اللي سمعين دلوقتي العزة على السوشيال ميديا أنكم تيجوا بالليل كل يوم سبت ويريد كل واحد يجيب معاه كتاب المقدس عشان دي دراسة في الكتاب المقدس فأنت محتاج تفتح الكتاب المقدس واتعلم على حاجات وتكتب مذكرات ربنا أجعل هذه الدراسة تبقى سبب مجد الاسم الكدوس وسبب بركة لحياتنا بصلوات النبي حسخة للنبي لربنا المجد أدام من الآن وإلى الأبد آمين شكرا للمشاهدة